إذن مرسد الحق في الاختلاف يعقد ندوة صحفية يصلت من خلالها الضوء على ما يعتبره انتهاكات كبيرة تطال الحريات الجسدية وأيضا الحريات الفردية مرسد الحق في الاختلاف تحدث أيضا عن تفش لخطاب الكراهية في الأشهر الأخيرة وما اعتبره نوعا من أنواع العنف السياسي المرسد لم يغفل أيضا تسيط الضوء على ما اعتبره انتهاكات وتمييز بناء على لون البشرة وأيضا ما اعتبره ممارسات عنصرية من قبل السلطات التونسية توجاه المهاجين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء بعض القرارات الموجودة على مستوى رسمي التي خلت نوعا ما بعض الأفارات تقوم بصفة مباشرة أو حتى ما غير ما يقصد وضعيات نوعا ما فيها انتهاكات تجاه الفئة هذه ونشوفه أيضا حتى أمام بعض المنظمات الدولية ثم وضعيات غير طبيعية بالمرة يعني بيتين في العراء بيتين يعني بظروف أقل ما يقال عنها أنها غير لائقة على الطرف المقابل تنفي السلطات التونسية تورطها في بعض الممارسات العنصرية توجاه المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء السلطات التونسية تتحدث على أنها تحمي لمن القوم التونسي بناء على احترام المبادئ العامة لحقوق الإنسان وأنها ماضية قدما في محاربة الهجرة غير الشرعية وفق القانون الدولي هذا الكلام الردود على أصحابه والمراد به توظيف سياسي لملف الهجرة ولملف الأجانب ولملف أفريق جنوب الصحراء في تونس لأن الأصل في الأشياء أن تونس لو لا تحترم ظنيوفها وتحترم العابرين من ترابها وتحترم الحريات والأخلاق وتحترم ما جاء به نظام الدولي في تعامل مع المهاجرين فيما يطالب متابعون كثر بضرورة إيجاد حلول جذرية لوضعية المهاجرين الأفارق القادمين من جنوب الصحراء لا سيما في ظل وجود مئات العالقين على الأراضي التونسية بلا المبروكة الحرة تونس